أعلن قصر الإليزي عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي بلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية كان المسؤولون الثلاثة قد أجروا اتصالا هاتفيا الخميس الماضي طالبوا خلاله فرنسا وألمانيا الجانب الروسي بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا أكد البتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كونتشينكوفا أن القوات الروسية دمرت 3491 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى هذه اللحظة هذا وأكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال شمال غربي العاصمة الأوكرانية كياب مع تمركز الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد نحو 25 كيلو مترا من قلب المدينة كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلا عن وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الروسية تتمركز حول كياب وتغلق مدينة ماريبول فيما أشارت وسائل إعلام محلية في وقت سابق إلى دوي سفرات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا بما في ذلك في المدن الكبرى مثل كياب وأوديسا ودينيبرو وخار كياب نقلت وكالة رويترز عن مصادر أوكرانية تصرحات لرئيسة بلدية باسكييف الأوكرانية ناتاليا بلاسينكوفيتش بأن هجمات صاروخية روسية دمرت قاعدة جوية أوكرانية بالقرب من البلدة الواقعة في منطقة كييف وأوضحت المسؤولة المحليات الأوكرانية أن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت أيضا مستودعا للذخيرة من جانبه شدد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي على مواصلة العمل مع المفاوضية الأوروبية لتسريع اندمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وأشار إلى أن كييف تنتظر حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا كما أكد زيلينيسكي أن القوات الأوكرانية تبدل جهودا قصوى لإجبار القوات الروسية على التراجع لافتا إلى تدمير 31 كتيبة روسية يتي ذلك في مقالة مستشار لمكتب الرئيس الأوكراني إن المواثقة على طلبات روسيا مستحيلة لأسباب عسكرية وسياسية هذا وتعمل برلمان الأوكراني القوات الروسية باختطاف عمدة مدينة ميليتي بول في جنوب أوكرانيا مشيرا إلى اعتقاله خلال تووجده في مركز للأزمات بالمدينة لمتابعة مسائل تتعلق بالإمداد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومواصلة تعزيز الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني للشعب الأوكراني وخلال اتصال هاتفي مع نظريه الأوكراني ديمترو كوليبة أشار بلينكين إلى أن الشعب الأوكراني يواجه قصفا متزايدا من قبل القوات الروسية واستعرض الجانبان خلال الاتصال نتائج الاجتماع الثلاثي لكوليبة مع نظريه الروسي وتركي كما أعرب عن مخاوفهما حيال تصعيد روسيا حملاتها الإعلامية ضد أوكرانيا قال سيرجير ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت واشنطن مستعدة لذلك وأضف ريابكوف أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن مازالت مستمرة مشيرا إلى أن الكريملين لا يرى أي مؤشرات على استعداد واشنطن لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا كما أكد ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطية قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعد ساريا بسبب تغير الوضع حاليا بشكل ثام اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من استمرار القصف الروسي على منشآت نووية في أوكرانيا لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث بعسات للإشعاع حتى الآن وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية في تغريدة على تويتر أن أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل رغم أن الولايات المتحدة قلقة من نقص البيانات وذلك من مراقب الضمانات في تشارنوبل وأكثر من محطة للطاقة النووية داخل أوروبا أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود مؤشرات على تحرك القوات البيلاروسية داخل أوكرانيا وذكرت الوزارة في بين لها أنها على علم بتقارير عن إطلاق صواريخ من داخل الأراضي البيلاروسية نحو أوكرانيا واضحت أنه ليس لديها ما يؤكد ذلك بدوره قال رئيس هاية الأركان العامة في بيلاروسيا فيكتور أجولتيفيتش أن بلاده ليست لديها خطط للانضمام إلى الهجوم الروسي لافتا إلى أن نقل قوة بيلاروسيا إلى الحدود مع أوكرانيا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد أو مشاركة في الهجوم ضد أوكرانيا شد وجذب بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية المحتدمة وفي تطور آخر بشأن الأزمة يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية داخل أوكرانيا اتهامات متبادلة بين روسيا من جهة وكل من الغرب وأوكرانيا من جهة أخرى بعد أن أثيرت مخاوف من الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية موسكو ومن خلال مبعوثها إلى الأمم المتحدة دعت إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي للتأكيد على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية اتهام نفته واشنطن على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مؤكدة أن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مواصفتها باتهامات موسكو المعلنة دون أدلة عن أنشطة بيولوجية أمريكية في أوكرانيا يمكن أن يكون ذريعة لشيء جار تنفيذه الأمم المتحدة من جانبها أكدت أنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إزومي ناكاميتسو أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا انضمت إلى حضر دولي على مثل هذه الأسلحة كما فعلت روسيا والولايات المتحدة إلى جانب 180 دولة أخرى على جانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت أوكرانيا بقوة بتدمير مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية الموجودة في مختبرات الصحة العامة بالبلاد لمنع أي تسرب محتمل يمكن أن ينفر الأمراض بين سكانها فعلى غرار دول أخرى كثيرة لدى أوكرانيا مختبرات لبحث كيفية تخفيف التهديدات التي تمثلها الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كل من الحيوانات والبشر ومن بينها وأحدثها كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشوك أن عددا من الممارات الإنسانية للخروج من البلدات والقرى الأوكرانية ومنها ميناء ميري البول الجنوبي المحاصر سيتم فتحها اليوم يأتي ذلك في إطار تمكين المدنيين من المغادرة وأضافت فيرشوك أنها تأمل في التزام روسيا بوقف إطلاق النار للسماح بحدوث ذلك لافتة إلى أن أوكرانيا تعتزم إجلاء سكان عدة بلدات وقرى في منطقتين كييف وسوني وبعض المناطق الأخرى التي تدور فيها المعارك هذا وقد أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن لينا بيروكا استقبال بلاده لـ 2500 لاجئ فروا من أوكرانيا إلى مولدوفا وذلك بعد لقائهما مع نظرهما المولدوفي في العاصمة كيشناو أكدت وزيرة الخارجية على التزام ألمانيا بمساعدة جيران أوكرانيا في رعاية اللاجئين لافتة إلى اعتزام إنشاء ممر عبر رومانيا لجلب الأفراد إلى ألمانيا عن طريق الحافلات يأتي ذلك فيما تجاوز عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها في الـ 24 من فبراير الماضي إلى مليونين وخمسمائة ألف لاجئ تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدوفا وذلك في إطار عملية تنسقها المفوضية الأوروبية هذا وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي على تويتر أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين موضحا أن هذه هي أول عملية كبيرة من هذا النوع أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الإدارة الأمريكية تنظر في الأزمات الإنسانية التي تسببها العقوبات على روسيا ونوها كيربي إلى عدم وجود أي تهددات وشيكة تتعلق بانعدام الأمن الغذائي في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية لفتا إلى أن الولايات المتحدة لا ترى أي مخاوف حتى الآن بشأن الأمن الغذائي قال مسؤولنا بوزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي واجه ارتفاعا في أسعار الطاقة بعد العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرينيا هذا وقد أكد المسؤول الروسي أن بلاده كانت مورذا موثوقا فيه للطاقة وأشار إلى استعدادها لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لازم الأمر مضيفا أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة في ما يدفع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل مقابل النفط والغاز والكهرباء اتفق الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو على خطوات للدعم المتبادل لمواجهة ضغوط العقوبات الغربية وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة البيلاروسية ناتاليا إزمونت أن رئيسي الدولتين التفقاء من الناحية النظرية على خطوات مشتركة بشأن الدعم المتبادل بما في ذلك أسعار مصادر الطاقة وأضافت أن بوتين وليوكاشينكو اتفقا على توريد أحدث طرازات المعادات العسكرية من روسيا إلى بيلاروسيا في القريب العاجل أكدت شركة الغاز الطبعي الروسية جازبروم وصلت الشركة شحن الغاز عبر أوكرانيا وأضافت جازبروم أن كميات الغاز المشحونة عبر أوكرانيا لم تتغير وهي تصل إلى 109 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوكا من فرض حظر فوري على واردات النفط والغاز من روسيا وأشارت بيربوكا لخطورة تداعية هذا القرار على أوروبا مؤكدة أن الحل يكمن في اعتماد أو اعتماد أقل على روسيا في الحصول على الطاقة في أسرع وقت ممكن أعلنت السلطات الإيطالية كمجيد تجميد يخت بقيمة 530 مليون يورو تعود ملكيته لأحد الأثرياء الروس ويدعى أندريا ميليشينكو الذي استدفته عقوبة الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية أن ميليشينكو يمتلك اليخت بشكل غير مباشر من خلال شركة مقرها في بيرمودا هذا وقد صادرت إيطاليا الأسبوع الماضي أصولا يملكها أثرياء الروس تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون يورو قال رئيس الوزراء اليابانية فوميدو كيشيدا أن بلاده تدرس اتخاذ خطوات ملموسة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بالتنسيق مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا وأشار كيشيدا إلى أن كل دولة على وشك العمل على خطوات ملموسة في هذا الصدد معربا عن رقبته في اتخاذ إجراءات محددة بالشراكة مع أعضاء مجموعة السبع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة